ذكر التقرير صحفية اليوم أن نادي الاتحاد السعودي أنهى صفقة ضم الفرنسي مجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بنجاح حيث أفادت قناة الإخبارية السعودية في خبر عاجل أن فريق الاتحاد السعودي أتم إجراءات ضم كانتي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي وتعد هذه الصفقة هي الثانية للنمور خلال الأربعة وعشرون ساعة الأخيرة بعد ضم الفرنسي كاريم بنزيمة مهاجم ريال مدرين حيث ينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي بنهاية شهر الجار ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني وذكر فابريزيو رومانو صحفي سكايسبورت إيطاليا أن قيمة العرض السعودي الكنتي وصل إلى 100 مليون يورو شاملة حقوق الصورة والصفقات التجارية وكشف رومانو في وقت سابق عن وصول وفد سعودي إلى لندن لتقديم عرض للنجم الفرنسي وكان كانتي قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2016 بعد التتويج التاريخي بالدوري مع الاستر سيتي ليفوز بالدوري مع البلوس في الموسم التالي مباشرة ومن الجدير بالذكر أن الدورية السعودية قام بجذب الأنظار في المواسم الأخيرة خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونلدو إلى صفوف المصر وتبعه الفرنسي كاريم بنزيمة إلى اتحاد جدة اشتركوا في القناة